رأي العام الدولي الكل يتحدث على الأزمة هذه وعادت حتى مفهوم الجوع ليطفو على السطح مجدداً وأصبح من أدبيات الكتابة في الفترة الحالية عادت الشعوب للتفكير في مفهوم الجوع وعادت حتى سياسات الدول تبنى من جديد أو إعادة إنتاج سياسات الدول في محاولة لتفادي هذا المفهوم بطبيعة نحن تونس في مستوى النقاشات العامة ما نشلهين بالمسألة دي نحن لهين بالمسلسلات والصراعات الأخرى اللي نعتبرها أكثر أهمية من مسائل حيوية وجوهرية بالنسبة لحياتنا اليومية فقط نحب نقوله أن تونس اللي يبلغ فيها إنتاج الحبوب تقريباً 8 مليون قنطار من القمح سنة 2021 منهم 7.5 مليون قنطار قمح سلب والبقية قمح وشعير مضطر أنها تستورد سنوياً أكثر من ضعفي هذه الكميات باش تحقق اكتفاء للمواطنين التوينسا من هذه المادة الاستيراد هذا يكلف تونس مبالغ مالية كبيرة برشة المبالغ هذه ندفعها بالعملة الصعبة أصبحت معطى مرهق جداً لميزانية الدولة لكن مبالغ هذه الضعف في الفترة الأخيرة باعتبار الحرب الروسية الأوكرانية اللي خليت أنواع السعار الحبوب تتضعف تقريباً أكثر من ثلاثة مرات على المستوى الدولي وخليت أن الساحة الدولية تصبح ساحة مفتوحة للسرعات بين القوى على الحصول على بعض الكميات من الحبوب حتى يعني تحقق اكتفاء الشعب هذه تونس كان عنده نصيب يعني هو نصيب ضعيف يمكن الحديث عليه تقريباً شراء 125 ألف طن من القمح اللين ونحو 100 ألف طن من الشاعير في صفقة عند عيامات تقريباً تم توقيع ويمكن أنه الصفقة هذه توصل تونس بعد أسبوع لكن حتى الصفقة هذه ما تخلنش نخرج من الأزمة اللي نحن عايشينها حالياً واللي توينسى الكل نجمه إلاحظوها بالعين المجرد وما تستحقش يعني معطيات تقنية لتشريحها وتحليلها في محاولة للتقليص من هذه الأزمة وتفادي هذه الأزمة ظهرت بعض الحلول يعني منها ما تم الحديث عليه في ولاية بن عروس وما نشره والي بن عروس اللي يتحدث على أنه ضرورة أنه الكميات المتوفرة من الحبوب يتم تخصيصها أساساً للخبز فقط وتجنب كل ما له علاقة بالمرتبات والحلويات يعني الحل هذا يناقش حتى داخل ولاية أخرى مش في ولاية بن عروس فقط ويمكن أن تصدر بعض البيانات والبلغات الأخرى الرسمية اللي في نفس المصار ونفس السياق ونجمه نلقاه قرار رسمي في هذا المصار هو تقريباً ما هوش حل تونسي الصرف هو سبقتنا له لبنان لأنه الوزير أو وزير الصناعة في لبنان تحدث على أنه تم إقرار استعمال الهبوب في الخبز فقط وتم تفادي أو منع يعني صناعة الحلويات في كل المتاحن في لبنان يعني هذا الموقف أو هذا القرار يمكن أن نراه قراراً رسمياً في تونس والأيام القليلة القادمة يمكن استنساخ نفس التجربة خاصة أنا نعرفه محمد في عيد الفترة وأن سيستهلكوا الكثير من الحلويات الحلويات هذه تحتاج إلى كميات كبيرة من الحبوب يبدو لي أن السلطة التونسية ماشي في سياق هذا القرار ويمكن أن نجد مرسوم رئاسي يتحدث عن ضرورة منع صناعة الحلويات في العيد وسيكون أول عيد فترة تقريباً بلا حلويات في تونس نقوله أنه بمرسوم بعتبار أنه من نجموش نحكيه على قرار رسمي في معزع المارسين بعتبار أنه رئيس الجمهورية هو الذي يتحكم في كل اللعبة السياسية وفي كل القرارات نتمنى أنه نقف عند هذا المستوى ولا نبحث عن فصول أخرى داخل الدستوري وممكن أن تحل العيد أو تؤجل عيد الفترة نتمنى أن نقف عند هذا المستوى من الأزمة محمد منزلنا مواصلين في برنامج هونة تونس حتى للماضي الساعتين كنت تسمعوا فينا في فقرة على وجه الفضل مع حسن العام